السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله تعالى راح نشرح سكشن 15.2 Properties of Matter طبعا هذه الصفحة اللي الدكتور أبو ليث الله عادي صحوه العافية لخص لنا درس فيها ومن الملخص حقه فزي ما أنتم ملاحظين في خمس أهداف فقط لهذا الدرس أنك تعرف كبداية Physical Properties وال Chemical Properties وال Physical Changes وال Chemical Changes ونك تعرف إيش Conservation of Mass قانون حفظ الكتلة وكلهم سهلين لكن لازم إيش نحتحل برأي أكبر عادل من الأسئلة عشان تعرف فبداية خلونا نشوف إيش Physical Properties إيش قال لك يقول لك إيش معانا Physical Properties قال لك Any characteristic of a material that you can observe without changing its composition or identity وحاطك بين قصين بدون ما نغير صيغته الكيميائية فعطول أمثلة ها إيش قال لك قال لك لون الشي هذا يعتبر إيش خاصة إيه فيزيائية وبرضو شكله وحجمه وقطره وكثافته وكتلته هذول يعتبرون إيش كلهم Physical Properties أنت عليك إيش ما بقوا تحفظها بس تسوعبها أيضا Physical State إيش مقصود في Physical State قال لك الدكتور سواء كان صلب صدد ولكن كان سائل Liquid أو كان إيش غاز أيضا إيش أنك تصهر الشيء أو أنك إيش Melting لا Melting أو Boiling Point حق المادة مثلا أنا أقول لك والله إن الماء يغري بدرجة الحرارة 100 100 درجة سلزية هذي يعتبر إيش يعتبر Physical Property فبعدها إيش قال لك قال لك Chemical Properties أها هنا لازم في فرق إيش قال لك قال لك Any characteristic of a material that has the ability to produce new substances new chemical formula upon interacting with other substances or energy مثلا قلتك أن هذه المادة تقدر تكون مواد ثانية هذي يعتبر إيش اعتبر خاصية كيميائية هذا الكلام اللي قدتوا هنا هو كل اختصار أن المادة لها القدرة أنها تنتج مثلا مواد أخرى جديدة فعطنا مثلها يا رضا نقول قابل الاشتعال قابل الاحتراق قابل أنه إيش يتصدى تفاعله مع الضوء أو قدرته لاحظ قدرته أن يتفاعل مع الضوء حتى هنا قال لك can react with light يقدر يتفاعل مع الضوء toxicity اللي هي إيش هنا هو السام اللي هو قال لك هنا poisonous بعدها نروح للإيش physical changes بقال لك any change in physical properties any change هذه هي الإيش نرجع و نقول أي تغير بالphysical property هو إيش هو physical change مثلا شكله تغير حجمه تغير لونه تغير أوكي لكن رح أوضح شي بخصوص اللون أحيانا يتغير اللون مو شرط يكون physical change أحيانا قد يكون إيش chemical change وأنت و شايفين تفاعلات يتغير اللون فيها فهل هذا physical change نقول لا على حسب فقال لك مثلا عطاني الأمثلة قال لك لما تقطع الشي مثلا عندك قطعت خشب قطعتها قسرتها إحنا نقول عفضتها بحق البندن طويتها عشان نكون نستخدم اللغة العربية وقال لك إيش five changes وهذه مرة مهمة of state صهر الشي أو أنك والله تغلي أو أنك تفلتره مثلا عندك شيئين رمل وموية صفيت الموية عن الرمل هذا يعتبر physical change وآخر شيء عندني في هذه القائمة اللي هو chemical change قال لك any change in chemical properties نفس الشي قال لك شيئ burning شيئ قاعد يحترق شيئ قاعد يتصدق شيئ قاعد يتفاعل مع الضوء أو any chemical reaction طيب زي ما تلاحبون هنا إيش عطاك هنا كنا نقول لك اي نعم هنا كنا نعطاك والله إيش هنا اسم وهنا عطاك إيش اسم بس يبغى الاسم حلو هنا عطاك إيش عطاك الفعل هنا عطاك الفعل بس هذا الفرق ورح نوضح هذا الشيء في الأسئلة القادمة وآخر شيء اللي رح نختم في درسنا اليوم هو conservation of mass قانونه مرة سهل الآن بنسبة لي هذه النعيم الأسئلة سهلة من الأسئلة اللي فوق لكن تتخيل فإيش يقول لك في conservation of mass يقول لك أن كتلة المواد متفاعلة تسوي كتلة المواد الناتجة فقط عندكم مواد A B C إجمع كتلتهم أكيد رح تسوي كتلة HD E أيضا HF فبدون ما نطولها خلونا إيش نشوف اللي أسئلة المعذرة هنا هناك شيء كتب كتب اسم فعل اسم فعل لأن هذا الشيء أنا رح أشرح عليه اليوم حلو فتوقعتنا بنفس الترتيب في المعذرة هذا إيش هذا اسم وهذا أيضا اسم ليش ننكلهم properties بس يقول لك الاسم ما يقول لك الفعل فالفعل هو change صح من اسمه change هو تغير فهنا هذا الفعل وهنا أيضا هذا الفعل فبدون أصن هذا الشيء إنت رح تعرف تحل فخلونا إيش نشوف الصلاة الأول حنا بالعادة شنقول نقول في أول سؤال عندنا ياه اليوم لكن هذه المرة وعندنا ثالثة سيلة في نفس الوقت حلو ليش هذه السئلة عشان أوريك وجهة تشابه بينهم بشكل سهل ف في السؤال الأول الآن حطيته وش قال لك قال لك which of the following physical properties is used in the distillation of crude oil حلو اشتلاب physical property اللي موجودة في العملية distillation إيش هي distillation يا ريضا أقول لك يا صاحب distillation هي التقطير حلو ثانية فراح نشوف بعد شوية لكن نحن معلين هذا الكلام لا نعقدها كثير من اللازم ما نحن والله بتروليوم من جنير ف which physical أيضا بسؤال الثالث إيش أبغى physical property is involved in the distillation of two liquids mixed together زي ما تلاحظ هل ثلاثة سئلة طلبوا نفس الشي لعمليات مختلفة هنا إيش قال لك أو خلنا نأخذون أحمر شانا أوريك إنه فعلا ما في فرق وهي الفكرة هنا فسا هنا إيش قال لك لا أحمر أوكي هنا قال لك إيش crude oil الثاني إيش قال لك قال لك salt water الثالث قال لك of two liquids mixed together فحنا نبغى نعرف إيش هي الخاصية الفيزيائية اللي نحتاجها في عملية التقطير عشان نفصل شيئين سواء كان crude oil نبغى نفصل للمشتقات اللي فيه سواء موية مالحة سواء two liquids ف إيش هي هذه العملية عشان نقدر نفصلهم أكيد بتقول لي إيش البويلنج بوينت زي ما تلاحظ يا صاحبي هذا بالنسبة للسؤال الأول وهذا بالنسبة إيش للسؤال الثاني ف كيف يتم فصل المشتقات أو المخليط من بعضها البعض أن إيش هم يوصلون هذا الموايا لدرجة الغليان اللي هي إيش زي ما قلنا درجة الغليان هي إيش هي نفسها boiling point فهم يوصلون لدرجة الغليان حيث أن الموايا تصعد فوق والمرح يبقى ثحت نفس الشي هنا شفتوا هذه الفكرة بسيطة جدا 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 نحطها في شكل أكثر تعقيد نقول آها عندنا إيش الكرود أويل هنا رح يمر بمشتقات و رح نفصل كل شيء في الكرود أويل على درجة على درجة حرارة معينة اللي هي إيش درجة الغليان اللي هي boiling point فهذه الثلاثة سئلة بكل بساطة طبعا أنا جبت هذه الصورة حشان بس نوضح إيش ممكن تكون التعقيد حقه هذه فمو لازم والله يقول أوه رح يمكن يطلع مويا رح يطلع مدري إيش فكروسين لا فقط حطيت هذا أولي عشان إيش أوضح لك أن لما نبغى نفصل أو نبغى نعرف إيش هي الخاصية الفيزيائية المستخدمة في عملية distillation اللي هي التقطير سواء كان crude oil سواء كان salt water ولا كان two liquids mixed together جوابنا ما رح يختلف وكل مرة رح يكون ال boiling point ال boiling point دخلو نشوف صالي بعده في هذا السؤال يقول لك which the following is a physical property طبعا كل أسئلة هذا الدرس بجيك أشياء ما تدري من وين أوكي بجيك أشياء إيش ما تدري من وين فأنت في هذا درس يا صاحفي لازم تثق بحدثك حرفيا في أشياء بيقول الله الأوزون رح يتحول والحديد ما يصدى ما يتآكل والكبر راح يتغير ما تدري إيش بتشوف حرفيا حتى أنا ما كنت أوريا أبدا أقول إيش هذه الخيارات حلو هذا مو معناتها أن أنت ما تقدر يجي في المرك دائما في خيار سهل عليك وغالبا هذا الخيار اللي راح يكون سهل عليك هو الخيار الصح فهين إيش قال لك قال لك What if the following is a physical property حلو أنا يا صاحبي في هذا الدرس أقدر أني أعلمك كل الخيارات طبعا هي موجودة في وغيره ف أبغاك حرفيا في هذا الدرس تثق بحرسك خلاص تقرأ جواب الصحيح تقول هذا جواب الصحيح غيره ما هم مني إيش هذا مثلا أنا الآن قرأت الخيارات أوكي قاني في طرد مثلا أن الخيار الصحيح هذه المرة ما كان أي كان مثلا خيار أي خف ما حسي أوكي ما راح تقول والله في الاختبار كذا هذا إيش هذا physical property هذا chemical هذا طبعا بشكل اعتباطي أنا ما راح أشوف الخيارات هذا chemical مثلا change هذا chemical property طيب هذا chemical ما دري إيش حلو طبعا أنا زي ما قد قلق بشكل اعتباطي ما راح تقول كذا ليش قاعد تخسر وقتك أنا ما بغاك تخسر وقتك دائما الجواب راح يكون سهل وراح أثبتلك بالشي في الأسئلة القادمة غالبا راح يكون جواب سهل فتقول ريضاش معنا مثلا هذه الكلمة tarnish لو هو يفقد بريقة أقول لك إيش ما أدري لو أنا أري أقول لك ما أدري هل لازم نفهم كل كلمات لا حلو فهذا مثلا خيار بالنسبة لي صراحة كان صعب كان فو لازم نفهم كوكلي لو أنا أري لكني ما أدري طيب كوبر بوينت is a physical property هنا أش أعطاني أعطاني melting point واش قال 10 metal melts ما قال لك ما قال 10 metal is melting is at 505 kelvin إيش الفرق بين هذي وهذي نعم هذي الكلمة melts زي يقول لك والله هذي السيارة لونها أحمر حلو هنا كنا يعطيك إيش صفة زي ما قلنا المساعة كان ها اسم هنا لا هنا كنا قاعد يعطيك فعل is melting كنا قاعد يقول هو قاعد يتغير فهذي يصير physical change بينما هذي اللي جوابنا هو ايش هو physical property ف سواء كنت شوف هذا المقطع دي السنة بعد سنة بعد سنتين لازم تعرف الأساس إذا عرفت الأساس الباقي ما راح تحتاج أنك تعرفه ما يحتاج والله تقول ما معنى تقول والله أنا ما أعرف أن هذا acyl stelaine is flamable gas ما يحتاج تعرف حلو إيش هذولي إيش معنى ببث هنا إيش معنى doesn't spoil quickly مو شرط تعرف قد مستقبلا يجبرون لك تعرف لكن حاليا لا فأنت عليك إيش بالأساس الأساس هو summary الذي يكتور حط فهو صفحة في هذه سؤال يقولك which is not a physical property of table sugar you can choose more than one correct answer فابلك طبعا لما يعطيك هذه الجملة راح تعرف أن هذه سؤال كان في online وقت يوم في بيوتنا فغالبا وقت الحضور لا يكون لك جواب واحد صح لكن هذه سألة كويتة فخنشوف آخر الخيار الخيار قابل الذوابان في الماء قابل الذوابان حلو فأنت ما تقول قابل الذوابان تعطي إيش صفة فهي إيش ما هي change حلو إذا ما كان هذا شي تغير فقد يكون ايش قد يكون physical property أو قد يكون ايش الله عليه chemical property طيب واحد منه مصاح يلا ها اختار هل physical ولا chemical أنت الآن يا صاحب عندك ايش عندك كاسة موية أو شاي اللي هو حطيت في سكر هل يمديك تقول أخوك الصغير أنا صويت أو هل هذا تفاعل كيميائي لا طبعا تقول هذا موش تفاعل كيميائي لما انت حض هذا مو تفاعل كيميائي فلما نقول لك أنه soluble in water قابل الذوابان مدام أن فعل هذا الشيء ما هو تفاعل كيميائي فأيضا ما هو كيميائي بروبرتي أنا من التعريف اللي كان في الملخص الكيميائي تشينج هونك ايش هو فعل الكيميائي بروبرتي هو التغير اللي فيه ف كيميائي بروبرتي رح تصير خطأ ليش فيزيك تشينج عشان السكر رح يبقى سكر والموية رح تبقى موية وانت في الأخير ايش يمديك تفصل بالطرائق الفيزيائية فانت ما يتحتاج والله طريقة كيميائية عشان تفصل السكر عن الموية مرة ثانية فهذا فيزيك بروبرتي واش يقول يقول which is not فهذه نش طب عليه خلاص نقول خطأ طيب هزا دينسيتي اف 1.59 ايش قلنا صحيح نقضيك هذو من الأخص رح يغنيك عطيك هنا أمثيلة دينسيتي is a physical بروبرتي خلاص تقول خطأ هذي انت عرفها طبعا أنا صحيح انك تحلس الاش انت عرفها مو تقول والله تسمعهم زي ما تسمع الاشياء الطانية يقول لك ان لما في درجة حرارة الغرفة يكون ايش يكون صلد يكون صلب حلو هذا ايش هذا physical state حالة صلبة صائلة غازية هذي ايش physical state ففي الاخير physical state يعني ايش physical property اللي بعده appears as white لاحظ white ايش قلنا هنا color color is a physical property الله عليك فما عندنا الا واحد حاليا breaks down into carbon and water vapor when heated تعرف معنا هذا الكلام هذا الخيار جدا واضح ليش جدا واضح انا اقولك يا صاحبي الان عندنا ايش عندنا table sugar الان معرف اشتغته الكيميائية هذا ايش هذا table sugar يقولك breaks down يعني انفصل الى ايش carbon carbon او او نخلي هس اهم كده نسوي زي انا حكت العلماء carbon زاد ايش water vapor يعني اش تو او بس صيغة ايش لنكون vapor الان انت الان سويت فاعل كيميائي صح انت غير صيغة ال table sugar الى carbon و او فطبعا فعل هذا الشي ما هو physical property فهذا يعتبر ايش يا الصحاب طبعا هذا الفعل فهذا ايش ما breaking down طبعا ال ing غالبا ترتبط بال change سواء كان physical ولا كان chemical فبالتالي جيش تصير يصير chemical property في هذا السؤال يقول لك which of the following is a physical change that is involved in the distillation of salt water ف في بداية طلب مننا ايش physical change ايش كان عن physical change كان عن any change in physical properties مثلا ايش cutting breaking bending بدنا قلق ايش five changes of state اللي هما ايش هو الان قلق ايش five changes of state قلق melting and boiling هل في غيرها اي نعم في في الـ freezing في الـ freezing في الـ evaporation في الـ condensation في الـ sublimation حلو وفعلا احد هذه الاشياء اللي مو مكتوبة هو جوابنا الصح ف خلونا نشوف physical change physical change بداية هل اللون يعتبر تغير كذا كالون لا it is not a physical change هذي ايش physical property لازم نفرق اللي بعدها الملتنج هل هي او خلونا نروح ايش لل c boiling point نقطة ايش الغليان نقطة الغليان هل هي physical change لا هي ايضا physical property فهذولي نستبعدهم ونقول خطأ ف بقية الخيارات يا صحاب فعلا هما ايش physical change لكن اش قال اللي كركز معايا قال that is involved in the distillation of salt water هاذ هي العملية امامكم هي سمى سمى distillation كيف حنا والله نصف الموية من الاملاح عن طريق انحنا نغلي الموية في الموية ترتفع والاملاح تبقى ايش في قاع هذا الفلاسق ف ايش العمليات نحن نحتاجها عشان والله نصف الموية نحن نقطرها نقول اول واحدة ايش boiling نحن ايش نحن نغلي الموية هل boiling موجودة من الخيارات لا طالع احنا قلق boiling point هذا الكلمة خربت الجواب هل في شيء ثاني اي نعم الموية اصحاب لما ايش لما تغلى ايش ايش يصير فيها ترجع موية مرة ثانية ما رح تبقى بخار لو رح تبقى بخار شون رح تنزل هنا صح فزي ما تلاحظ من موية الى بخار بعدين بخار الى موية من بخار الى موية هذه تعتبر ايش تعتبر عملية تكاثف الهي ايش نحن نقول عنها ال condensation وهذا هو جوابنا ف ما نحتاج والله نصهر الموية طبعا لا ما عندنا filtration طبعا لا ف زي ما قلنا هنا ايش قال لك five changes of states خنكتب هما الان مع بعض ايش قال لك عطاك melting وال boiling وبرضو في ال في freezing ان المثال الموية تجمد هذا physical change ان الموية تتبخر evaporation هذا ايضا physical change والشي اللي كان هو جوابنا وهو ايش التكاثف اللي condensation هذا ايضا physical change وايضا ايش sublimation اللي تحول فيها من الحالة الصلدة الى الحالة الغازية بدون المرور الى الحالة السائلة فنكتب ها sublimation لا لا مبقيدة اوكي فهذا هما ايش هذا المذكورين زاد هذولي فهما خمسة في الأخير لكن لعله العبرة بالايش بال boiling اللي هنا ربط بينهم فالناس اعتبروا خمسة نعتبرهم ستة في هذا السؤال يقول which of the following is not a physical change زي انا ما قلت لك الخيار الجواب الصح رح يكون جدا جدا واضح اوكي فهنا ايش عطاك هو يقولك ما ابغى انا physical change فهنا ايش قالك gold is hammered into thin sheets واحد والله جاء بالذهب وقاعد يطرقه عشان نخلي ايش صفائح هذا اعتبر ايش اعتبر تغير فيزيائي اعتبر ايش physical change نقول عنه خطأ ليش نه بس قاعد يغير شكله صح له ايش مثلا خلنقول انه اعتبر ايش اعتبر cutting في هذه الحالة قاعد يقطع قاعد يجزئ فخيار رئي خطأ d water vapor condenses to form clouds ايضا الواتر هو نفس الواتر اللي اشتقه لمن خلنقول مثلا بحالة سائلة برضو لمن تكاثف ايضا صار ايش اشتقه ما تغير صيغته الكيميائية فقط تغير من الحالة من حالة معينة الى حالة اخرى فايش هذا الحالة خطأ distillation of crude oil هذا المثال تكرر على ان كثير تقطير ايش crude oil هذا ايضا يعتبر ايش physical change ليش احنا بس الله ما قاعدين نجزئ مو قاعدين نغير الصيغة الكيميائية فهذا خطأ dissolving sugar in water قاعد تضوب السكر في الموية حلو السكر رح يبقى سكر سكر ايش رح يبقى سكر داخل الموية فحتى لو انت تبغى تجزئهم رح ايش رح مثلا تغلي الموية ورح تبقى سكر تحت ف انت هنا ما غير الصيغة الكيميائية لأي سوال الموية سوال السكر ف هذا ايش ايضا خطأ الخيار الحرفيا تحس فرق عن بقية الخيارات هو الاش ultraviolet light converse ozone O3 to oxygen O2 الآن في هذا الحال هذا ايش يعتبر يعتبر chemical change تغير كيميائي ليش تغير كيميائي الصيغة المركب الفورم اللي حقته تغيرت من O3 الى O2 حلو فاكبر دليل على chemical change هو تغير الصيغة الكيميائية فراح يكون ايش هذا هو جوابنا خيار A is not a physical change طبعا هذا السؤال كان بفاصل في هذا السؤال في هذا السؤال يقول لك which of the following physical changes is involved in the distillation of salt water نفس الكلام قاعد يحط لك ايش اكتر من physical change طيب وكلهم هذولي طبعا هذا ال E أنا ما عارف ايش هي وانت ايضا في الاختبار ملازم تعارف ايش هي فهذا physical change physical change physical change physical change لكن ايش قالك قالك in the distillation of salt water يبغى في عملية التقطير اي من هذولي موجرين في عملية التقطير زي ما قلنا احنا ايش راح نسوي راح نغلي الموية هل في مثلا boiling لا ما في boiling اللي بعده العملية الثانية راح تكون ايش ان الموية لما تصير بخار راح تمر من هنا وراح تتكاوث راح تتحول من بخار الماء الى ماء سائل ف ما عندنا هنا انصهار ولا عندنا فلتر ولا عندنا والله ان الموية تتحول من حال الصلب الى الحال الغازية فهذا خطأ فرح يبقى ايش سوابنا هي عملية التكاثف في هذا السؤال يقول لك which of the following does not represent a physical property or a physical change لهو يبغى physical property ولهو يبغى ايش physical change يعني ايش ايش ممكن يكون خيارنا ممكن انه يكون ياصحاب ايش chemical property او قد يكون ايش زي ما انتم عارفين chemical change فهنا بغى نعرف اي من الخيارات التالي قد يكون chemical property او قد يكون ايش chemical change فهين ايش قال لي قال لك elemental sulfur is yellow اعطاك هنا لون ايش قلنا عن اللون قلنا عنه انه ايش physical property فهذا الخيار سبعده قال لك elemental sulfur or pour 445 دقائق اعطاك ايش اعطاك boiling point فبس هنا ايش قال لي قال لك boys at 444 احنا نعرف ان هذا ايش ليس بالchemical change وليس بالchemical property فأيضا نقول عن سي خطأ لانها ايش لانها physical property اخيار ب elemental sulfur is rigid and hard ايضا هذا يعتبر physical property يعطاك ايش كان استفاد وقال لك انه ايش غاسي الخيار اي قال لك elemental sulfur burns قال يحترق with a dark blue flame in the air to form a gas was material ايش معنى هذا الكلام معناته يا اصحاب ان عملية الاحتراق هذي راح تكون لنا مادة جديدة طيب عملية الاحتراق تكون لنا ايش مادة جديدة فلما احنا نكون مادة جديدة هذا ايش يسمى يسمى chemical change chemical 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 change هذا هو جوابنا ليش لانا الا في عملية احتراق وعطاك بصفتك انا اقول لك هذا فعل هذا صغير اعتبر ايش اعتبر change في هذي السؤال يقول لك an example of a physical change is راح نروح جواب الصحقنا له A sublimation of dry ice at room temperature احنا ايش قلنا هنا قلنا five changes of state ايش هم اعطاك هنا الدكتور حتى اكتب لك اتنين منها melting منها ايضا اللي حلنا عليه من قبل وهي ايش تكاثف وهي ايش condensation واجوابنا في هذا السؤال هو ايش sublimation ايش هي sublimation يا ريضا نقول عنها هي لما المادة تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية بدون ما تمر الى الحالة السائلة على طول صلب غاز ما في شيء في الوسط فهذا يعتبر ايش change of state راح تتغير حالة المادة فليش الخيارات الثانية غلط خلونا نشوف اول شي عندنا راستينغ في نيل نيل هاذا مقون من ايش مقون من حديد فالحديد لما يصدق هاذا يعتبر ايش يعتبر chemical change فهذا الخيار يبقى غلط بدين قال لك burning a log of wood خشف لما يحترق راح يكونه اشياء او مركبات ثانية الصيغة الكيميائية راح تكون فيها اختلاف في البتالي هذا ايضا خطأ قال لك chemical change of state turning to green هذا الشيء ايش معناته معناته الشيء ان هذا القبع راح تصير فيه راح تحاوله لون الاخضر ومعناته انه والله هو زي ما قلنا في اللون انه والله physical change لا هو ما قلق كبر الا عشان يحدك على المثال ف لما نتحول الاخضر كان يقع يتحول الى صدق فالchemical يعتبر ايش chemical four منه راح تتغير ف هذا يعتبر تفاعل كيميائي فهو ايش chemical change هذا ايضا خطأ هذا ايضا خطأ والاخيرة repelling of an apple زي ما انت عارف لما انت حطت تفاحة في الهواء الطلق ايش راح يصير فيها راح تتفاعل مع الهواء وراح يطلع منها ايش رائحة وطعمها راح يصير ماهو كويس فهذا يعتبر تفاعل ايضا كيميائي اللي هو chemical change فكل هذو خيارات غلط كلهم يمثلون chemical change ما عادي خيار واحد اللي هو a sublimation يعتبر physical change وزي ما قلت لك ات ملاصم اصلا تعرف يعني فرضا ات ما تعرفش معنى هذه الكلمة عادي لا تعرفش معنى هذه الكلمة اوكي ال burning انت عرفها بدا ان ذكرت صح فتقول هذا ماهي جوابنا فتشطب عليه بلن يقول crusting انت عرف ان الصدق هو ايش هو chemical change فاذا بتقول هذا خيار خطأ فيبقى معك في الاختبار ثم خيارات انت الان لازم ترجح احد الخيارات ترجيح اكبر من خيارات الثانية فكيف راح تختار لما تذاكر صح راح تحلها بقى من دقيقة راح تقول انا اعرف ان change of state is a physical change فعالطب تقول oh sublimation هو واحدة من الخمسة فانا ايش راح اختارها وبهذه السهولة حليني السؤال خلونا نشوف سؤالي بعد في هذا السؤال يقول لك which of the following is a chemical property of the element iodine عندك ايش يوداء عندك ايش يوداء طبعا ايش غني عن chemical properties غني هذه الخصائص of a material that has the ability على قدرة to produce new substances حلو وطبعا هذا المثال ما هو أو عفوا التعريف قد يكون ليه قد يكون بالنفع زي الأمثلة فالأمثلة ايش قال لك قابل للايش للاشتعال قابل الاحتراق قابل ان يتصدق قابل ان يتفاعل مع الضوء سام حلو فأنت هذه الأشياء لنتعرفها وتشوفها في بعض اللعبوات لما تشيري شيء بتشوفهن ايش ايش مكتوب قابل الاشتعال فايش يقول لك هنا يبغى اي خرطة تتالية تعتبر chemical property زي ما انت شايف هنا اش كاتب not flammable هناك كاتب flame ability طيب قدرة على الاشتعال سواء كان flammable يعني هنا شال النط أو ما شالها جوابنا واحد ايش كاتب هنا كاتب القدرة على الاشتعال ف بقية الخيارات كلهم عبارة عن ايش عبارة عن physical properties قال لك هنا ينصهر في درجة حرارة 114 هذا ايش physical property has a strong door عند ريحة قوية هذا ايضا ايش physical property has a violet black color ايش قلنا عن ال color physical property حالته صلب في درجة حرارة الغرفة العادية at room temperature ايضا هذا ايش physical property خلونا نشوف سؤالي البعدة في هذا السؤالي يقول لك which of the following is a chemical property of gold زي ما قلنا ايش لاحظ في خير الأول does not rust طيب نفس الشيء او اثباته هو نفسه ايش يعتبر property سواء خلو يتصدى ما يتصدى هذا ايش يعتبر chemical property فانت زي ما قلنا مع التعود مع القراءة راح تكتشف او راح تتعرف ان does not rust هي واحدة من الاشياء اللي ايش موجودة باللستة اللي ايش can rust او ان ايش قالك عن ال gold ما يتصدى does not rust هذي ايضا اعتبر ايش chemical property بالنسبة للاشياء الاخر ايش قالك very good conductor of heat and electricity هذي ايش يعتبر هذي اعتبر ايش physical property melt at 1064 هذي اتكررت كثير وهي ايش physical property ايضا shiny ولكنه لامع ايضا هذي اعتبر ايش شيء انت بديك تشوفه من بعيد ماحتاج والله يتغير بصغة الكيميائية ولا شيء بيعتبر ايش ايضا physical property property can not be attracted to a magnet ها شوي محيرة وانا عارف لكن هذي برضو ايش physical property that you can observe without changing its composition or identity الان احنا جبنا مثلا معدن شفنا انه ايش ما ينجذب نحو المغناطيس فاحنا الان لاحظنا هذي الشيء بدون من نغير صيغته بس اللهم ايش لاحظنا هذي الشيء فهذا الخيار بين طبق على physical property خلو نشوف ايش السؤال اللي بعده في هذا السؤال يقول لك which of the following is a chemical property برضو احنا يشقنا في لاتجار تسقنا reaction to light هذي يعتبر ايش خاصية كيميائية حلو لان فعل هذا الشيء اللي هو التفاعل يعتبر تفاعل كيميائي وهي ايش موجودة معانا في القائمة فعلا القائمة اللي بسوية الدكتور ابو الليث جدا قائمة نافعة وهذه صفحة اللي وردتكم يهب ديت الدرس لخاصة معانا الكثير الكثير اما بالنسبة لخيار B والخيار C هما ايش physical properties اما الانيرشا هي محطوضة كذا الانيرشا هذي متعلقة بالفيزياء ما دريش شابها هنا فخلو نشوف السؤال اللي بعده في هذا السؤال يقول لك which of these warnings من هذول التحذيرات refers to a chemical property of the material طبعا واضحة جدا حتى ما يحتاج تكون مقالب سنتحضري عشان تعمل تحذير السؤال حلو واضح انه highly toxic شريل السمومة اللي هي وينها 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 هذي ايش قال لك toxicity حلو غيرها عندك fragile اللي هو ايش يعتبر حش بسرعي نكسر charb object shake well slippery floor كل هذول التحذيرات اللي متشوفها في الصناعة دي يقول لك في أي مكان هي عبارة عن physical properties فيطلع جوابنا هو ايش هو highly toxic في هذا السؤال يقول لك which of the following is a chemical change الآن ايش رح نبتري رح نبتري في الchemical changes فجوابنا رح يكون ايش plants use carbon dioxide from the air to make sugar النباتات وراح تستعمل carbon dioxide اللي هو زي ما تعلمنا فيه 18.3 اللي هو ايش اللي هو CO2 عشان تكون ايش الشوغر طيب هذه مو لازم تعرف الفورميل حقية الشوغر فالآن ايش صار عندنا صار عندنا تفاعل كيميائي صار عندنا تغير كيميائي فيصير ايش هذا هو ايش هذا هو جوابنا بالنسبة للخيار B البتر اللي هو البتر جب معلومة جديدة صح اللي هي الزبدة ميلس وين بلايست ان بس راح يتحول من حال الصلبة الى الحالة السائلة فيصير ايش change change of state فيصير ايش physical change احنا ما نبغى physical change نقول عنه هذا ايش هذا خطأ water water vapor in your exhaled breath condenses in the air on a cold داي تعفنا ما يقيد ايجي شتاء وتنفخ هذا نفس الشي لما انت انفخ هذا يعتبر ايش يعتبر غاز لما يتكاثف هذا الغاز يصبح سائل ف انت اصلا بتشوف هذه الكلمة خلاص تعرف ايش هو 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 تفاعل فيزيائي هو physical change فهذه خطأ mercury density اعطوا شوف density ايش مع density كثافة كثافة قلنا عنها physical ايش density لحالها هي physical property فهذا الخيار يصير ايش برضو physical property والخيار الاخير dry ice sublims اللي هو ايش من كما sublimation اللي هي ان المادة تتحول من حالة صلبة وتروح الى الحالة الغازية بدون متمر الى الحالة السائلة فبرضو هذي شفناها كثير وقلنا عنها هنها ايش physical change فيبقى معاني الخيار اي خلو شوف سؤال بعد في هذا السؤال يقول لك which of the following is a chemical change خلنا بتري من الخطأ ها شكالك هنا water freezes الماء او خلون 1 والكلورين خلو نقول عنها مركب جديد بهذا الشي فأنت أصلا تتلى واحد بدون ما تعرف أصلا وتعطي أمفيلة لا تقول خلو صحنا نعرف أن هذا شي صعب وهذا الشي والله مو بالله شي تجمد ولا شي ذاب ولا لا أبدا ف ديكتل ستنتج أن هذا إيش بيصير إيش أي هو جوابنا في هذا السؤال which of the following is a chemical change نفس الحالة طالعوا معي لأمثلة قاعدة تتكرر هذا المثال تقول أنه خطيناه مع بعض sugar dissolves in water إيش قلنا عنه قلنا أنه لما تحض سكر في المواية السكر رح يبقى سكر والمواية رح تبقى سكر ما في ما في مركب جديد تكون في الأخير التي يمكنك تفصلهم بالغليان طيب هنا garlic ولا أعرف إيش هو garlic وأنت أيضا ما يحتاج تعرف إيش هو garlic it's chopped into small pieces أنت هنا بس قاعد تقطعوا ما كون شي جديد ما تغير ما تغير تغير الكيميائية فهذا أيضا خطأ an ice cube mist to form liquid water من الحالة الصلبة لحالة سائلة هذا التغير في الزيائي الله عليك الآن حتى لو أنت ما تعرف إيش هو الخيار أي رح تعرف من الجواب هو الخيار أي له إيش an enzyme breaks down the lactose and milk هذا الأنزيم إيش يسوي ما نحن يخليه في الطب طبعا الأنزيم زي ما تم عارفين هي في الأمعاء وبس lactose اللي في الحليب بس اللهم إيش رح يفككها يعني رح يكسر الروابط فقط لا غير فكسر الروابط كان يكون مركبات جديدة صار تفاعل كيميائي فإيش نقول عنه chemical change في هذا السؤال يقول لك which of the following statements is correct خلنا نبتدي من الأخير عشان نحن مرين عليها مرة كثير ability to rust القدرة على أنه يتصده وإيش physical no it is نمسح هذه نقول عنها إيش chemical property اللي بعدها sublimation لقنا عنها تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة الغازية بدون مرور من الحالة السائلة هي إيش أيضا قال لكي chemical change نعكس نقول هي إيش physical change فهذه خطأ وهذه خطأ اللي بعدها in any chemical change the total mass of the products must be less than the total mass of the reactants ورح نشوفها بعد شوية عندنا سئلة ف لا not less than نمسح هذه نقول عنها إيش نقول عنها إيش إيقوال إيقوال the mass of the reactants بعدها formation of a solid precipitate when two liquids are mixed together it's a sign that chemical change has occurred وهذه صح ليش الآن عندنا إيش قال لك two liquids هذا الأول صبيته هذا الثاني صبيته ثنين هم سائلين حلو يقول لك راح يتكون إيش ماذا صلبة راسبة كده تحت أوكي بدون ما والله نجمد الشيء نجمد هذا المكشور لا هو بنفسه كده حقيت هذه الأثنين راح ينتج مادة صلبة راسبة ف هذا دليل على أنه إيش هذا هو فعلا chemical change has occurred يعني قد مثلا نكتحط إيش موية وعصير ما راح يصر شي عسبة قرح يصر أخف لكن في هذا الحال لا عندنا مادة تكونة جديدة صلبة راسبة فبالتالي نشغلنا عنها هذا هو إيش تفاعل كيميائي فبالتالي هو إيش chemical change في هذا السؤال يقول لك وش سيسمة بس describes the law of conservation of mass قانون حفظ الكتلة زي ما قلنا matters neither lost ما راح تضيع ولا راح تجي during a chemical change المادة لا هي والله جاية من العدم ولا هي رايحة للعدم في تفاعل كيميائي اللي تحطه راح يصير ما راح والله هنا يكون مثلا عندنا تفاعل 20 قرام وهنا ينتج معنا مثلا نخل نقول 10 قرام لا هنا 20 يعني برضو هنا 20 فموب always greater هنا قال لك a certain mass of material must be present for a reaction to occur مو شرط يعني قاد يكون بتفاعل عندنا 10 قرام في تفاعل نفسه عندنا 20 قرام على حسب ايش الكيميائي راح تسويها مثلا ما استاوي رز حق شخص واحد ممكن استاوي نفس القدر رز حق شخصين the mass of the product is always less حنا قال i was greater حنا قلنا i was less قلنا لا هي لازم ايش يكون فيه equal لازم يساوي بعض في هذا السؤال يقول لك consider an iron bar on a palace as shown as the iron bar rots لما ايش لما هو قاعد يصدق which of the following is true الآن شفتكم قراءة الميزان 75 قرام هو ايش يقول لك هل راح والله يصير اكثر من 75 هل راح يصير اقل من 75 بس ما هي بصفر هل راح تكون 95 بالضبط هل راح تكون صفر بعدين نقول لك ايش not enough information هو الهدف من هذا السؤال انك انت عرف ان هذا الحديد ال iron bar راح يتفاعل مع الايش مع الاكسجين فبالتالي تفاعله مع الاكسجين راح يخلي قتلته اكبر من 75 فبالتالي القراءة اللي هنا راح تكون ايش the balance will read greater than 75 grams في هذا السؤال يقول لك يهد 2.53 grams of metallic mercury in air which produces 2.73 grams of a red orange residue what is the mass of oxygen that reacts زي ما تلاحظون هيا نشقال لك يهد 2.53 grams of metallic mercury in air النتيجة ايش كانت النتيجة كانت 2.73 وزي ما انتم عارفين 2.73 اكبر من ايش 2.53 معناته انا شفتوا هذي المثال القراءة الخري نجيبه هنا هل تعرف الضغطي الكيميائية لا انا بحط ايش بحط القرام حقه 2.53 يقول انه ايش تفاعل مع الاكسجين كم الاكسجين كم الاكسجين انا ما اعرف احط اكس ايش نتج نتج 2.73 زي ما قلنا الطرفين لازم يساون بعض فبالتالي 2.53 هذه زائدا من قتلة الاكسجين لازم تساوي 2.73 فبالتالي ود هذا جهفانية يطلع معاك ان الاكس تساوي اللي هي قتلة الاكسجين تساوي 0.2 غرام في هذا السؤال يقول لك للمستون قال لك اسموات calcium carbonate is strongly heated حلو it breaks down into calcium oxide and carbon dioxide if 98 grams of carbon dioxide is released when 205 grams of limestone is heated how much calcium oxide is produced in this reaction طيب جهة المتفاعلات ايش عندنا عندنا للمستون وهو عبار عن calcium carbonate كم قرام عندنا قال لك when 250 grams of limestone is heated فتجد تقول 250 برين قال لك it breaks down خاصة تحط هذا السؤال حقنا انتو أو عفوا انتو calcium oxide شيئين ها calcium oxide و carbon dioxide طيب ال carbon dioxide كم قرام طلع منه قال كم 98 تجي تقول ايش 98 زائد ايش هو طلب هو ماش calcium oxide اللي هو الاول كم منه قرام ما احنا عارفين نقول x بالتالي هذي 250 لان الطرفين لازم يستموون بعض 98 زائد x ال x يساوي 98 ثاني ساوي 152 جرام وهذا كان جوابك القساطة في هذا السؤال يقول لك راكشن between sodium hydroxide and hydrogen chloride gas produces sodium chloride and water ونجح لما تفاعلات هادهو توقف الهين بل اش قالك produces هذي خاص هذي النواتج هذي ايش هذي النتاج ال product produces sodium chloride and water انتو شيئين a reaction of 22.85 of sodium hydroxide with 20.89 grams of hydrogen chloride اللي هدية متفاعلات gives of 10.9 10.29 grams of water what mass of sodium chloride is formed in the reaction زي ما قالك ايش عطاك هنا قالك عندنا 22.85 غرام of sodium hydroxide 22.82 غرام of hydrogen chloride فتجي هنا وتكتبهم ها 20. او خلينا بتلي بال 22 22.85 زاد 20.85 ينتج ايش يعطينا كم قالك gives of 10.98 of water فتجي هنا تقولها 10.29 زاد ايش الماس حق الصجم chloride ما بقول عنه اكس الان ايش قلنا تقوم الطرفين تسويهم ببعض تقول هنا ايش اه تجمعهم وتقول 22.85 زاد 20.82 يطلع معك يطلع معك كم يطلع معك يا صاحبي 43.67 ويساوي كم 10.29 زاد اكس فتقوم بهذا الرقم يطلعته تقول ناقص 10.29 وراح يطلع معك جواب كم زي ما هو موجود الخيارات اكس يساوي 33.38 جرامز وبهذا نكون ايش خلصنا شرح هذا السكشن فيها سئلة زي ما قلنا تقيس افكار متعددة بسؤال واحد انا حاولت ان اتجنب اغلبها عشان اوضح الفكرة لكل نقطة من نقاط الخمسة اللي شرحناها اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته